بالنسبة المونو ساكرايد راح يكونن في شيء اسمه الايزومرز تمام تعفون هنا شين الايزومرز مواد تشابه بالصيغة الجزائية وتختلف بالصيغة التركيبية مثل عدنا صيغة جزائية C2H6O تمام هاي الصيغة الجزائية نقدر نكتبها كCH3 أو CH3 كصيغة تركيبية تمام او نقدر نكتبها CH3 CH2OH تمام هنا ايش راح يصير هذا ايثر وهذا كحول فشوفون صيغة جزائية من كتبناها على شكل صيغة تركيبية تختلفة هاي نصح لهم هذا الاثر وهذا الكحول ونقول عليهم دني ايزومرات ايزومرات يعني لهم نفس الصيغة الجزائية بس شكلهم مختلف تمام هذا هو الايزومرز بالنسبة المونوساكرايد راح يصير عندهم ايزومرات من نوع خاص نصح لهم الاوبتيكال ايزومر شنو هذا الاوبتيكال ايزومر الاوبتيكال ايزومر مشابهين بالصيغة الجزائية وحتى مشابهين بالصيغة التركيبية مثل عدنا هذا الكلوكوز وهذا الكلوكوز صيغتهم الجزائية مشابهة صيغتهم التركيبية هم مشابهة يعني من ناحية التركيب مشابهين بالضبط تمام الاختلاف وين راح يصير الاختلاف يصير بالاتجاهات فينو بالاتجاهات مثل هاي ذرة الكاربون وهاي ذرة الكاربون مختلفين انه هاي الاوءة شهنانة على الجهة اليسر وهاي الاوءة شهنانة على الجهة اليمنة اذا الاوبتيكال ايزومرز مختلفين فقط من حيث الاتجاه تمام اتجاه يمنة يسر هيش الاختلاف ما لاتهم هذا نقول عليه اوبتيكال يمنة يسرة فوق جوه هذا الاختلاف بيناتهم تمام هذا الاختلاف بسبب شنو قاعد يصير او هاي الخاصية بسبب شنو قاعد يصير قاعد يصير بسبب وجود في الذرة كاربون انصح لها الاسيمتريك كاربون او الكايرال كاربون الاسيمتريك كاربون تحتوي على اربع مجاميع مختلفة اذا تحتوي على اربع مجاميع مختلفة شنو معناها معناها كلش مهم التنمين جاي تباوع لهاي دارة الكاربون تمام هاي دارة الكاربون الاتجاهات بها مهمة يعني هذا الـ OH على الجهة اليمنى اذا هذا الـ OH حطيناه على الجهة اليسرة والـ H حولناها على الجهة اليمنى صار مركب يختلف عن المركب الاول تمام راح هذا يصير الى اسم وهذا الثاني يصير الى اسم ثاني تمام هاي اللي يتخلي دارة الكاربون الاسمتريك يصير انه مجرد الاتجاه انقلب يمنى يسرة راح يصير غير مركب فوق جوه راح يصير غير مركب همين تمام فهذا ش راح يسوينا راح يسوينا الـ Optical Isomers لان الـ Optical Isomers فقط يختلفون بالاتجاه مع الدارات فوق جوه يمنى يسرة انصح له تجاه الفراغي مالتهم او مكانهم الفراغي تمام تمام الخاصية الثانية اللي راح يسويها الاسمتريك كاربون هي خاصية انصح لها Optical Activity Optical Activity شنو؟ Optical هي كلمة معناها نظر او شي مرئي تمام الـ Optical Activity لها علاقة بالضواء تمام احنا لدينا الضواء يتكون من عدة موجات هاي الموجات اذا اخذنا موجة واحدة منهن راح يكون لها اتجاه واحد شوهون هاي باتجاهات متعددة هاي الموجة لأ باتجاه واحد تكون عمودية شوهون؟ ايش عمودية هاي اتجاه الموجة هاي الموجة ما بضواء اللي هي باتجاه عمودي اذا مررناها بمحلول يحتوى على الاسمتريك كاربون هذا المحلول جزئاته بها اسمتريك كاربون اللي راح يصير هاي الموجة اللي هي كانت عمودية راح تجاه مالتها يختلف راح تنفر تمام؟ راح يصير بها دوران فشوفون هنانا جاي تنفر جاي تنفر لحد ما صارت هنانا شنو؟ صارت انها افقية شوفون؟ فهذا هو Optical Activity قدرة المحلول انه يفر الموجة ما بضواء تمام؟ الموجة ما بضواء مو الضواء العادي الضواء اللي انصح لل Polarized Light اللي هو يكون فقط موجات باتجاه واحد بيه تمام؟ بس المهم انه هذا المحلول يقدر يفر الموجة ما بضواء اذا قدر يفر الموجة ما بضواء على الجهة اليمني هذا رح نطي رمز D ونقول علي هذا Dextro Rotatory Dextro يعني يمنى Rotatory يفر فمعناها هذا المحلول يفر الضواء على الجهة اليمني اذا افترت هاي الموجة على الجهة اليمني رح شنقول علي نقول علي Livor Rotatory يعني يفر الضواء على الجهة اليمني تمام؟ فس هنا نعدنا Optical Activity هي قدرة المادة على انه تفر الضواء اما باتجاه اليمني او باتجاه اليمني تمام؟ هنا اذا المادة فرقت الضواء على التجاه اليمني رح شنقول علي رح نقول عليها عفو المادة نقول عليها Dextro Rotatory Dextro يعني علي منه Rotatory تفر يعني معناها هاي المادة تفر علي منه او نرمز لها بالرمز دي او نقول هاي المالات موجب يعني الطيه رمز موجب موجب معناها باتجاه على قرب الساعة هاي شي افطر باتجاه على قرب الساعة موجب اذا يفطر عكس تجاه قرب الساعة اللي هو على اليسر نقول عليه سالب تمام؟ فاللي يفرضوه على الجهة اليسرة نقول عليه ليفو روتاتري الليفو بدايتها قل فنطيرها مز قل او نقول عليه سالب يعني يفتر عكس تجاه قرب الساعة تمام؟ بالنسبة للغلوكوز يحتوي على اربعة اسمتريك كاربون الاسمتريك كاربون هنه مثل ما عرفنا الكاربونات اللي يتصلن باربع مجامع مختلفة فهذا عدنا الغلوكوز اذا نباوع له الظرة الاولى ماتت متصلة بس بثلاث مجامع اذا هي مو اسمتريك كاربون تمام؟ هاي هنا تتصل باربع مجامع مختلفة اسمتريك طبعا العفو هاي اسمتريك هاي هنا اربع مجامع مختلفة اسمتريك هاي اربع مجامع مختلفة اسمتريك هاي همين اربع مجامع مختلفة اسمتريك هاي متصلة باثنين اتشات معناها اسمتريك تمام؟ فإذاً الأسيمتريك عدد هنا شقد أربعة أسيمتريك كاربون هذا بالنسبة للغلوكوز يحتوي على أربعة أسيمتريك كاربون ويقدر يفرط ضوء بالتجاه يمنى فشنس نقول عليه ديكسترو روتاتاري فلذلك الغلوكوز راح يطلقون عليه اسم اللي هو الدكستروز ديكستروز من ديكسترو وآوز من سكر معناها سكر يميني أو سكر باتجاه اليمين عرفنا شنو بالتجاه اليمين يعني يفرط ضوء بالتجاه اليمين تمام أغلبية المونوساكرايد هي تكون بالتجاه اليمين تفرط ضوء بالتجاه اليمين باتجاه دي نادراً كلش كلش نادراً ما نلقفت شيء بالجسم يكون أل كلهم تقريباً دي معدى استثناءات بسيطة لأن الإنزيمات في جسمنا تتعرف على الدي ما تتعرف على الأل هنا عدنا الأوبتيكال آيزومرز يعني أول مرة أننا ما أخذين تعرف الأيزومرات العادية قلنا الأيزومرات هنه نفس الصيغة الكيميائية مثل C2H6O تمام نفس الشيء بس يختلفون بمن بالستركتر نصح له استركترال فورمولة اللي هي مثل نكتب CH3 CH2 هاي الصحلة استركترال فورمولة أوكي تمام عدنا إحنا الكاربوهيدرات اللي يحتون على نفس عدد ذرات الكاربون تقريباً كلهم ذن يكونن آيزومرات مثل عدنا الفريكتوز 6 ذرات كاربون هو يكون آيزومر للغلوكوز اللي هو هم 6 ذرات كاربون وآيزومر للمانوز اللي هو هم 6 ذرات كاربون والقالكتوز هم 6 ذرات كاربون والسكريات الأحادية اللي بيها 6 ذرات كاربون كلها يكونن آيزومرات واحد من الثاني لأن لهم نفس الصيغة التركبية تذكرون كلهم يشابهون بالصيغة التركبية اللي قلنا عليها CN H2N H2N O N تذكروها أو اختصرناها CN H2O by N كلهم اللي هم نفس هذه الصيغة التركبية تذكر السكريات السوداسية فكلهم آيزومرات واحد من الثاني وكذلك اللي بيها 5 ذرات كاربون والأربع ذرات كاربون يعني الكاربوهيدرات اللي بيها نفس عدد ذرات الكاربون رح يكونن آيزومرات واحد من الثاني تمام تمام فهنان حتى لو يطلقوا بالامتحان يعني كاربوهيدرات متعرفوهن ما طول تعرفون كم درات كاربون تقدرون تعرفون هنه ايزومارات لو لا عدنا نوع خاص من الايزومارز نصيح له الايبيمارز الايبيمارز هنوه شنوه الايبيمارز يشابهون بالكميكال فورمولا ويشابهون حتى بالستركتر ماليتهم يشابه بس يختلفون بيمن هاي تحفظوها هاي يتفرق لك الايبيمارز عن الايبيمارز بشكل عام انه الكونفجريشن الراوند اونلي وان سبسيفيك كاربون اثم يختلفون فقط بالاتجاه هما الو اتش وال اتش فاول درة كاربون واحدة بس اذا يختلفون باثنين دولا مو ايبيمارز الايبيمارز مثل مينو مثل ما نشوف هنانش عدنا عدنا الكلوكوز والقالكتوز مشابهين بكل شي التركيب مشابهين بي الصيغة الكيميائية مشابهين بي ما عدا هاي درة الكاربون بس هاي الوحيدة الو اتش وال اتش اتجاهاتهم متعاكسة هنا الو اتش على يمنى وال اتش على يسرى هنا الو اتش على يمنى وال اتش على يسرى فهذا نقول الكون فيجريشن اراوند ون كاربون هاي الكاربون لازم ش تكون اسيمتريك كاربون تمام فهذا اني هنا الابيمارز تمام فاذا اني الابيمارز والمثال نفسية اللي اخذناها ستونا الكلوكوز والقلوكوز درت الكاربون رقم اربعة اذا نحسب هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي اربعة درت الكاربون رقم اربعة هي اللي هن مختلفات بالكون فيجريشن عليها تمام فقط درت الكاربون رقم اربعة فش انصح لالجلوكوز والقالكتوز انصح لهم ايبيمارز اذا جاني سؤال ليش الكلوكوز والقالكتوز يعتبرون ايبيمارز نقلهم لان هم فقط يختلفون بالكون فيجريشن الراوند سي فور كاربون تمام تمام هسه عرفنا شنو الراوند نجي على نوع ثاني خاص من الاوبتيكال ايزومارز ننصح لهم انانشومارز دولة من واحد يقول اوبتيكال ايزومارز احنا نفكر بدولة انانشومارز شنو انانشومارز انانشومارز هم نسخة طبق الاصل من واحد الثاني كأنما واحد جاي يبوع للثاني بالامراية اوضح لكم الفكرة اكثر شيلوا ايدكم اليسرة وشيلوا ايدكم اليمنى ابقوهن سوا شراح يصير راح كأنما واحدة طبق الاصل من الثانية تمام في ايدكم اليمنى و ايدكم اليسرة ذني انانشومارز تمام مثل انانشومارز هاي الخاصية هاي الخاصية نصح لها كايرالتي كايرالتي معناها الخاصية مثل ايد تمام من من باتجاهات مختلفة تطبيقهن سوا يكونن نسخة طبق الاصل بس الفرق من نتحط باتجاه واحد من نتحط هنا بنفس الاتجاه يصيرون مختلفات فاذا ما طول هما باتجاهات مختلفة راحش يكونن نسخة طبق الاصل كأنما نفس المركب بالضبط كأنما جاي المركب نفسي تيباوع بالامراية تمام مثل هذا المركب شوفون هاي المركب هذا اذا نطبق هاي الجهة على هاي الجهة كأنما ورقة ونطبقها راح يصيرون نسخة طبق الاصل نسخة طبق الاصل تمام هاي الخاصية كيف سبب24 يتبقون التجع داخل الخحار؟ السببUM هو أن كل الأ allergies þكاربون اللي موجودة بمركب كل الصال relacionا يكون مختلفات في ال los médicines واستثume receive this order الو ايش على اليسرى هاي الو ايش لا على يمنى الاولى هاي الو ايش الثانية على اليمنى على اليمنى هاي الو ايش على اليسرى هاي الو ايش على اليسرى هاي هنانا على يمنى وكذلك ايات تجاه لهاي الو ايش تلقي الو ايش الثانية على الاسمتريك طبعا مو علاك للذرات تكون عكسها فهذا يضطي مثل ما قلنا انه كأنما هنه واحدة طبق الاصول من الثانية بس انه بالواقع لا المركبات اللي يصيرا نهيكي هنه داني اللي قلنا عليهم ALT و D D و ALT هنه اللي يخلن هاي الفقر الصيد تمام تمام فهذا نقول الانانشومرز هنه special type of isomers نوع خاص من الايزومرات اللي شنو تتواجد من pair of structure that mirror image of each other اللي هنه مركبات كأنما mirror image نسخة كأنما بالمراية يباو عن واحد للثاني تمام these mirror image called شنسميهم انانشومرز انانشومرز والممبرز of the pair designated D and AL فواحد منهم انصح لال والثاني انصح لدي واحد انصح لال والثاني شنصح لدي فهذا اللي قلوكوز وهذا D قلوكوز تمام واحد عكس الثاني بالمناسبة دول المركبات اذا تباوعو لهم من اتجاهات مختلفة يعني هذا D قلوكوز اذا نباوعو لهم من هذا الاتجاه مو من هذا الاتجاه راح يبين كأنما اللي قلوكوز راح بالضبط يبين كأنما اللي قلوكوز ما تفرق بيناتهم أبد فلذلك لازم اثنين هم تباوعو لهم من نفس الاتجاه يا الله يصبح فرق فهلا نصيح لهم enantiomers أو optical aisomers تمام ال aisomers obtain from change in position of hydroxyl group bring structure attached to the anomeric carbon شنصيح لهم anomers هنا نشعدنا هاي الفقرة اللي لازم قبل لا ناخذها ناخذ فيه شي اسمه cyclization بالنسبة احنا بشرح مالتنا اللي شرحناها قبل الكاربوهيدرات كان هذا الشكلها تمام بس بالواقع هي ما تحب تتواجد بهذا الشكل تحب تتواجد بشكل حلقة تتواجد بهذا الشكل هذا الشكل الحلقي شون جاي يصير هذا الشكل الحلقي يصير بسبب انه الOH القبل الاخيرة اللي قلنا تحدد الD والGr ويعمل تتفاعل تتفاعل ال chrome تتفاعل ويه الOH اللي هي تحددن و الOH القبل الاخيرة فاش رح يصير رح يصير المركب بشكل حلقة مثل ما شوفون هنا هاي الOH شوفوها هاي الOH هي نفسيتها في رح يصير هاي الOH تكون أسرع ويالكاربون فهي الأو هي نفسيته هاي الأو متصلة بالكاربون رقم واحد اللي هي هاي الكاربون رقم واحد وهي الأو هي نفسيتها هاي ماخذة الـ H اللي فقدتها هاي هي ماخذتها تمام فاش رح يصير الاختلاف انه هاي الأو رح يصير بهذا المكان وهاي الأو راح تنزل وين جوه هاي الكاربون اللي نجته من السيكلازيشن اللي كانت الكاربون اللي عليها شنو اللي عليها الكاربون ينصيح لها أنوماريك كاربون ينصيح لها هاي الكاربون الـ OH اللي عليها لو راح تكون لي جوه يعني طريق لو راح تكون لي فوق السبب هو شنوه هاي الـ OH إذا اتصلت من هذا الاتجاه راح تصير الأو بعيدة عنها يعني راح تصير بهذا الشكل وهاي الأو اتش هدا تصلك من هذا الاتجاه راح تصير بهذا الشكل فلو هاي الأو تسوي اتصال ويا الكربون من هذا الاتجاه لو تسوي من هذا الاتجاه شون نفرق ببناتهم انه دالي جوه هذا نقول عليه المركب انصح له ألفا فهس هنا يشعدنا ألفا دي جلوكوز ليش ألفا لأن هاي الأو اتش لي جوه هذا هنا نصح له بيتا دي جلوكوز ليش لأن هاي الأو اتش لي فوق نصح له بيتا نصح له بيتا لأن الأو اتش لي فوق تمام فهس نجي للملاحظة اللي هنا الملاحظة تقول أكفت شي نصح له أنومارز الأنومارز هم اللي ذكرناهم هستونا أنه واحد منهم الأو اتش لي فوق واحد منهم الأو اتش لي جوه هذا هو فقط الاختلاف مالتهم. انصح لالفة. انصح لالفة. انصح لبتا. فاذا شنو الانوماريك كاربون? هم العفوال شنو انوماريك شقر او فشي انصح للانومارس? هم المركبات اللي يختلفون بالكونفجريشن حول الانوماريك كاربون. هاي الكونفجريشن لجوا.ESS CONFIGRATION. هاي هي الانوماريك كاربون فهما مختلفين داير ما دايرا الانوماريك كاربون. فيهناني انصح لهم انوارس وعدنا بالنسبة للمونوسيكرايد. انصح للين ألفة و بيتا ألفة لجوا بيتا لفوق الحق هذه هي عملية السيكليزيشين أنه الحق حيث شاهدتها وكانت حقاً وإذا الحقاً كانت لجوا حاشناها لكن فقرة نحتاج أن نح취ها بعد أنه الحلقة التي تأتي من السيكليزيشين سيكليزيشين نسوى على شكل حلقة الحلقة التي تأتي من السيكليزيشين لو تكون حلقة سداسية يعني هاي شوفون ركن ثمين ثلاثة أربعة خمسة ست أركان ست زوايا فهذا شكل سداسي أو تكون حلقة خماسية هنا ما عدنا الحلقة الخماسية تكون على شكل حلقة خماسية اللي قدام عدنا موجودة هاي شوفوها بها خمس زوايا تمام اللي تكون بشكل ست زوايا هي بالعادة تنتج من الألديهايد تمام من السكريات الألديهايدية ونقول على الحلقة اسمها بايرانوز بايرانوز تمام الحلقة اسمها بايرانوز مثل ما يشوفون هنا جوه غلوكو بايرانوز هذا يعني غلوكوز غلوكو بايرانوز معناها غلوكوز تمام والحلقة الخماسية شو نصيح لها؟ نصيح لها فيورانوز مساعة شوفنا الفريكتوز فريكتو فيورانوز تمام فإذن عادة كلش بسيطة أنه الآيزوميرات العادية أنه مجرد اختلاف مشابهين بالصيغة الكيمياوية مختلفين بالستركتر هاي الآيزوميرات العادية الإبمارز مشابهين بالصيغة الكيمياوية مشابهين بالستركتر فقط يختلفون حول درة كاربون واحدة كونفيجريشن يعني الترتيب حول درة كاربون واحدة فقط ذو ننصح لهم أبمارز عدنا الإنانشومرز اللي هما كأنهم مراية واحد من الثاني تمام؟ كأنهم طبق الأصل تمام؟ ذو ننصح لهم إنانشومرز ميرور إميج ميرور إميج أوف إيش أذر وعدنا الأنومارز الأنومارز هما اللي يختلفون بالكونفيجريشن حول الأنوماريك كاربون شيني الأنوماريك كاربون؟ هاي هي الأنوماريك كاربون الكاربون اللي صارت من السايكلايزيشن مال شو؟ مال المونوساكرايد المونوساكرايد إذا صارت على شكل حلقة فالكاربون اللي كانت تحتوي الكاربون اللي هي هاي شو نصح لها؟ نصح لها أنوماريك كاربون فليختلفون بالكونفيجريشن حول الأنوماريك كاربون نصح لهم أنومارز وعدنا ألفا أنومار وبتا أنومار تمام؟ هنا عدنا التعريف من الأنوماريك كاربون هي الكاربون يصير جسر لتنين أوكسيجينات مثل هنا عدنا هاي هاي أو أوكسيجين وهاي كاربون وهاي أوكسيجين فشوفون اكسجين كاربون اكسجين فهذا الكاربون نصح لها انوماريك كاربون تمام فهنا انوماريك كاربون is the carbon that attaches two different اكسجين تمام فهذا هاي الكاربون متصل بها اكسجين من هاي الجهة اللي هو الاكسجين اللي حصننا من الكاربون اللي قلنا العفو الهايدروكسي القبل الاخيرة تمام من هاي شوفوها هاي الهايدروكسيل والاكسجين الثانية اللي هي هاي اللي اشتقنا همين من الكاربونيل هاي الكاربونيل صارت الOH اللي هي هاي واللي هي هاي تمام فاذا الانوماريك كاربون ربطة انه اثنين اكسجينات واحد بالثاني تمام قلنا شنو معنى بايرانوز بايرانوز حلقة سداسية الجلوكوز مني يكون حلقة نصح لجلوكو بايرانوز ومثل ما قلنا الحلقة الخماسية اسمها فيورانوز فالفريكتوز يكون حلقة خماسية نصح لفريكتو فيورانوز فهسا مثل ما قلنا السايكلايزيشن راح يخلقنه شنو شكليا الشكل الاول الOH بلي جوا الOH وراح تكون لي جوا وهذا ش راح نصح له راح نصح له الالفا والشكل الثاني الOH راح تكون لي فوق وهذا شكل شنصح له بيتا فالOH لي جوا الفا الOH لي فوق بيتا مثل ما ذكرنا داني انصح لهن انو مارز تمام فسا عدنا المولوساكرايد المهمة فعدنا الترايوزيز يعني تذكرون شنو معنى ترايوز تراي معناها ثلاث كاربونات اوز معناها سكر تمام فالسكريات اللي بيها ثلاث كاربونات شا عدنا المهم منها فانمركب اسمه ولو هذا الاسم بين صعب بس جزءو داي يعني اثنين هايدروكسي هايدروكسيل كمام؟ اسيتون مركب اسمه الاسيتون ومتصلوا اياها فوسفيت اي اسم صعب تلقوه مجرد جزءو يصير كل سهل يعني هاي اسيتون متصل بي فوسفيت وهذا الاسيتون ايش بي بي ثنيا مجامع هايدروكسيل اللي هو هذا شوفون هذا هو شنو اهتون تمام؟ هذا الاسيتون ايش بي بي ثنيا هايدروكسيل شوفون؟ بس هذا ش raح تكون متصل بي منتصل بي فوسفيت نفس هذا بس متصل بي فوسفيت هذا الدايا هايدروكسي أسيتون بس يتصل بي فوسفيت تصير دايهادروكسي أسيتون فوسفيت هذا لiritثني كم راح نتجنى ينتجنى من عملياتي لكليكوليسيز اللي هي شنو انصح لها التحلل السكري او الكلوكوز اوكسي podéisيضي عملية اللي هي أول خطوة من خطوات اللي راح تطني ذن المركبات عدنا البنتوز يعني السكريات اللي تحتوى على خمس ذرات كاربون ذن المهم بهم فد سكر ننصح للرايبوز اللي هو هذا هذا هو الرايبوز هذا الرايبوز وين راح يكون موجود موجود بالدي اناي والاران اي طبعا الاران اي مختصر مال رايبو من كلمة رايبوز نيوكليك أسد رايبو من رايبوز نيوكليك أسد والدي اي هو مختصر مال ديوكسي يعني ديوكسي معناه منقوص يعني ماكو أكسجين رايبوز يعني رايبوز مجرد شايلين الأكسجين هاي هنانا هاي ذرة كاربون رقم اثنين حافظين الأكسجين ما لاتها فاثنيا من انه ذرة الكرورق متنين اش حاثفين منها الاكسجين دي معنى حذب اوكسي معنى الاكسجين رايبوز فهو رايبوز محذوف الاكسجين هذا وين موجود بالديناي تمو اسعبنا السكريات السداسية الهكسوزيز دن كلش كلش مهمات اول واحد عدنا الكلوكوز اللي هو اهم سكر بالكربوهيدرات كلها هذا انصح لسكر العنف وهو نفسية السكر لما نقول واحد عده سكري اللي عده مرض السكري اللي يرتفع هو الكلوكوز مو كل السكر مو اي سكر فقط الكلوكوز هو اللي يرتفع فهو اللي نقول عليه السكر الرئيسي اللي موجود بالدم وهذا مو بس موجود بدم الانسان وخلايا الانسان موجود بكل الخلايا سواء كانت خلايا حيوانية او خلايا نباتية موجود بكل شي هذا يدخل لذلك قلنا عليه اهم سكر بالكربوهيدرات موجود بالعسلولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول طبعاً لأنه اسمه سكر الكواكه وموجود بالسيمن هذا إلى اسم ثاني الفركتوز اللي هو الليفولوز نحن الغلوكوز قلنا شي اسمه ديكستروز لأن ديكسترو يمنى ديكستروز السكر اللي يتجاه على يمنى هذا اسمه بالعكس ليفو يسرى أوز معناها شنو السكر اللي يتجاه باتجاه اللي يسرى ليفولوز تو مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم السكر الثالث هو الجالكتوز. هذا نصح له شنو؟ هذا نصح له سكر الحليب. تمام؟ هذا موجود بالحليب. تمام؟ الذي هو جزء من سكر اللاكتوز. يعني الجالكتوز يتحد بالغلوكوز ويكون اللاكتوز. الذي يسميه سكر الحليب. تمام؟ ونلقى بالسكريات المتعددة يكون غلايكوز أمين غلايكانز ويكون غلايكوليبيتز والغلايكوبروتيينز. هذنه هنا السكريات الثلاثية المهمة هذا الجليسيرال دهاي دي ثري فوسفيت. هيد دهاي دروكسي اسيتون. هذا الريبوز اللي قلنا يشترك بتكوين الديناي والارن اي. هذا هو الجلوكوز سكر العنب. هذا الجالكتوز اللي هو يدخل بتكوين سكر الحليب. وهذا هو الفريكتوز اللي قلنا عليه السكر. الفواكه. تمام؟ هسه راح ناخد في شي اسمه الدايساكرايد. الدايساكرايد هنه اثنين سكريات احادية. هاي السكر احادي. وهذا السكر احادي يتصلون سوى بواصلة آسرة غلايكو سيدية. هنه طريقة الاتصال راح تختلف. تمام؟ اه شنون راح تكون طريقة الاتصال. راح تكون طريقة الاتصال. راح تكون حسب السكر. تذكرون من قلنا عندنا الفا وبيتا. تمام؟ فهي طريقة الاتصال راح تعتمد على انه السكر الفا لو بيتا. فهنانا مثل ما تشوفون عندنا. هذا السكر. الو اتش ما تشوفون لي فوق. اوكي؟ فهذا السكر شي يكون من نوع بيتا. هذا السكر همين الاتجاه مع الو اتش لي فوق. فهذا همين بيتا. فهنه اش راح يصير. الاصرة اللي تكون ببيناتهم. راح نقول عليها ااصرة من نوع بيتا. هي بالواقع تتبع حسب اول واحد بس. فهذا ما يهم بيتا لو الفة. فالاصرة راح نقول عليها شنو بيتا. هذا السكر هنانه. الو او اتش لي وين ناز Ouch نازلته. لي جوه. فهذا السكر من نوع الفا. فالاصرة مالاتهم شين يقول عليها. آصرة من نوع 00. فدولا الاصرة مالاتهم نوع بيتا. دول الآصرة مالتهم من نوع ألفا. هاي النقطة الأولى النقطة الثانية تسمية الآصرة تدفع يا ذرات ما الكربون مرتبطة مثل هذا السكر هاي ذرة الكربون رقم واحد مرتبطة بيا ذرة كربون رقم أربعة فنقول هاي الآصرة من واحد مرتبطة إلى أربعة تمام؟ فالآصرة شانت نوحة بيتا ومتصلة من مين ذرة الكربون واحد إلى أربعة فالآصرة البناتهم نقول آصرة اسمها بيتا واحد إلى أربعة تمام؟ هنا هاي الآصرة تشوفون ذرة الكربون رقم واحد متصف ذرة الكربون رقم اثنين فراح نقول واحد إلى اثنين أول واحد اش راح يكون الـ OH ليجوه فهذا شنصح لألفا فيصر ألفا واحد إلى اثنين هاي الآصرة طبعا هذا اسم الآصرة هنانا الاسم الشبير المعقد هذا ما نستخدمه بالعادة بالعادة نشر الأواصر ألفا واحد إلى أربعة ألفا واحد إلى ستة ألفا واحد إلى ثنيا بيتا واحد إلى أربعة هذا الاسم ما مطلب منكم تمام؟ إلا إذا قلت لكم الدكتور حفظوه هذا هنا غير حساب هنا هاي النقطة راح يكون لدينا أواصر من نوع ألفا أواصر من نوع بيتا بعد أكو سالفا بالسكريات الثنائية الدايساكرايد أكو فهد شي ينصح لـ Reducing Sugar وأكو شي ينصح لـ Non-Reducing Sugar شنو Reducing Sugar شنو Non-Reducing Sugar تذكرون أنه قلنا أنه السكريات عندها في هذه المجموعة إنصح للمجموعة الفعالة اللي هي الكاربونيل هاي الكاربونيل يستسوي التفاعلات مع الكاربوهيدرات وحدة من التفاعلات هي شنية؟ Reduction أوكي؟ الاختزال تمام؟ فيه هو اللي يسوي الاختزال كاربونيل الكاربونيل تساوي نقول Reduction الكاربونيل تساوي اختزال تمام؟ هنا من راح يصير السكريات الأحادية حلقية ما راح يشوفون ما عندنا كاربونيل أوكي؟ لأن الكاربونيل صارت على شكل شنو؟ هنا نرجع لها الكاربونيل هاي الكاربونيل صارت على شكل OH تمام؟ هاي الOH وهاي الOH هنا نجن من الكاربونيل فإذا الكاربونيل تتبدل بالOH اللي على درك الكاربون رقم واحد تمام؟ هذن المعلومتين نحطها نبالنا أوكي زين لحد الآن ما حصلنا شنو Reducing وشنو Reducing Sugar Reducing Sugar هو العدة على الأقل واحدة من ذنة الOH ما داخله بتفاعل يعني هاي الOH اللي هنا كانت كونت آسرة شوفوها وهاي الOH حرة فإذا عدة هاي الOH اللي على رقم واحد على درة الكاربون رقم واحد متصلة حرة هذا نقول عليه Reducing Sugar ليش لأن هاي الOH تقدر تسوي تفاعل مال Reduction فهذا نصح له Reducing Sugar تمام النظر Reducing Sugar شنو؟ النظر Reducing Sugar هاي الOH هاي الOH هاي الOH داخلات بتفاعل اثنينات ما متاحة متل اش عدنا عدنا هادة هنانا السكر هاي الOH اللي على درة الكاربون رقم واحد اللي هي جاية من الكاربون شوفوها وهاي هنانا الOH طبعا الفريكتوز الكاربونيل ماتة تكون على درة الكاربون رقم 2 فهذا هنا نهمين الOH ماتة داخلها بتفاعل تكوين الآصرة فالOHين مال كاربونيل بذني السكريات الأحادية مختفيات الثناتين مكونات آصرة فإذن هذني لا السكر العليمنا ولا السكر العليسرة عدى الOH مال كاربونيل حرة فإذن ما راح يقدر يسوي هذا التفاعل ما الريدكشن فشن صح له؟ نان رديوسينج شقر تمام؟ هذا صح له رديوسينج شقر لأن بوحدة من الOHات اللي هي كانت كاربونيل حرة فيقدر يسوي التفاعل هنا الOHات الاثنين هنا كان جاياتنا من الكاربونيل مختفيات تمام؟ فإذن هذا صح له نان رديوسينج شقر تمام؟ هذا الفرق ببعناتهم تمام؟ هنا عدنا قائمة بالرديوسينج شقر وهنا عدنا قائمة بالنان رديوسينج شقر طبعا السكريات الأحادية كلهن يكونن رديوسينج لأن كلهن بيهن OH حرة السكريات الأحادية كلهن يريدوسينج كلهن بيهن OHات مال كاربونيل حرة تمام؟ بينما السكريات الثنائية اللي هن رديوسينج عدنا المالتوز وعدنا اللاكتوز عدنا المالتوز هذا هو المالتوز فمثل ما تلاحظون هاي ذرة الكربو الرقم واحد هاي شوفها هاي هنا ال-OH مالتها حرة فإذن هذا reducing وهذا عدنا lactose lactose هاي ال-OH مال ال-glucose هذا هاي ذرة الكربو الرقم واحد ال-OH حرة تمام فهذا شي يكون يكون reducing ال-non reducing عدنا السكروز والرافنوز والستاكيوز السكروز هذا هو لكباركم هذا السكروز ونرح ناخد الرافنوز بعدين تمام فهنا شي نقول ال-dysaccharide هنا عبارة عن 2-monosaccharide يتحدن سواء بأسرة glycosيدية تمام إذن glycosidic bond رح تشمل مجموعتين الكربونيل مع both sugars يعني مثل ما قلنا هنانا المجموعتين ال-OHات مع الكربونيل اثنين اتحدن مع السكريات اللي اثنين مثل السكروز اللي هو هذا ايش راح يصير راح انه ال-resulting disaccharide راح يكون نان reducing ما راح يقدر للقابلية على يسوي تفاعل اختزال ال-OHات مع الكربونيل الثيناتين اللي كان الكربونيل الثيناتين مختفيات بينما السكريات اللي اللي تشمل فقط كربونيل واحدة والكربونيل الثانية راح تكون حرة مثل الاكتوز والمالتوز هايش راح يطينا راح يطينا reducing تمام اذن اعادة بسيطة ال-reducing شقر لازم ب-OH اللي هي على ذرة الكربون الرقم واحد اللي هي كان اصلها كربونيل لازم على الاقل OH واحدة حرة نصح لها reducing بينما non-reducing ال-OH هات اثنين اللي كان كربونيل يكون متصلات بتكوين الاصرة فهذا نيك شنقول عليه non-reducing فهذا ال-type of diasechiride عدنا قلنا اول شي reducing لازم شي يكون به OH حرة ال-OH ما الكربونيل تكون حرة فهنا نش نقول انه عدنا free anomeric كربون ال-free anomeric كربون تعرفو معناها ال-anomeric كربون ال-OH ما متصل بشي لازم على الأقل وحدة anomeric كربون حرة هذا نصح لات reducing sugar تمام مثل من مثل مالتوز ايزو مالتوز اللاكتوز المالتوز هذا هو المالتوز اثنين غلوكوزا يتصلون بآصرة بين درة الكربون رقم واحد و درة الكربون رقم اربعة تكون اسمها alpha لأن ال-O لي جوا personality 1-4 هذا هو المالتوز اثنين sugar الآصرة بين ذاتهم هي alpha 1-4 تمام اثنين غلوكوز بين yy 1-1-4 more ال-Isomaltose ما مذكر هنا الوي toy الوي الوي صر صر 1-6 الصر بين 1 طبعاً وهي لهذا الOH الصر بين الواحد والستة صر ألفة واحد إلى ستة هذا نصح له إيزو مالتوز فهنا المالتوز يتكون من ثنين دي غلوكو بيرانوز معناها ثنين غلوكوز لأن نقلنا الغلوكوز إذا صار على شكل حلقة ما نقول عليه غلوكو بيرانوز غلوكو من غلوكوز بيرانوز الحلقة السداسية تمام؟ أو نقول غلوكوز مو اللي نقول دي غلوكو بيرانوز نقدر نقول غلوكوز تمام؟ بس دي غلوكو بيرانوز كتعبير أدق على ما نقول يابا هو شنو بشكل حلقي بالواقع هو السكريات الثنائية دائما تتاخذ شكل حلقي تمام؟ بين قوسين مالا داعي هنان هذا ندخل الهيتش تبصيل بالاسم تمام؟ داني دي غلوكو بيرانوز الحلقتين من الغلوكوز رحش يكونن متصلات بأسرة ألفة واحد إلى أربعة وهداني الثنين غلوكوزات إذا نفصل هن واحد عن الثاني بواصلة إنزيم اسمه المالتيز رحش نحصل ثنين غلوكوز يعني المالتوز يتكون من الثنين غلوكوز تمام؟ تمام؟ خالب تأتيكم بالامتحان أنه المالتوز المالتوز يتكون من اتحاد غلوكوز غل Reach غلوكوز ضريكوز غلوكوز غلوكوز آسرة 1 إلى 4 غلوكوز غلوكوز آسرة 1 إلى 6 لازم تقولون يتكون من 2 غلوكوزات متصلات بآسرة 1 إلى 4 تمام الانزيم اللي يحطم المالتوز اسمه مالتيز اسمه وانا مذكور هنا المفروض مالتيز تمام تمام المالتوز بمين ينتج لنا ينتج لنا من هضم الستارش بواصلة انزيم الأمليز الأمليز بارعا سلسلة كلش طويلة من الغلوكوزات فإذا 2 منهن انفصلا غلوكوزيا راحش يطينا مالتوز تمام عدنا السكر الثاني اللي هو اللاكتوز اللاكتوز همين ريديوسينج شقر ليش لأن عدنا الـ OH هاي حرة شوفوا الـ OH العلانومريك كاربون حرة فهذا يكون ريديوسينج شقر القاصرة مالته هي بين غلوكوز وبين شنو غلوكوز غلوكوز وغلوكوز الغلوكوز يكون على شكل بيتا لأن هاي الـ OH manufacturer وجهوفون هاي الـ والغلوكوز همين على شكل بيتا لأن هاي الـ OH sec الـ الغلوكوز راح تكون بيتا 1 الى 4 بتا 1 الى اربعة بين شنو المكونات ما اللاكتوز في اذا اللاكتوز يتكون من غالكتوز غلوكوز متصلات بآسرة بيتا واحد الى اربعة الانزيم اللي حطهم اللاكتوز انصح له كمام ايش راح يطينا راح يفصل هنانا يطينا غالكتوز ويطينا غلوكوز هذا اللاكتوز نانا رجوسين شقر عدنا السكروز السكروز قلنا يتكون من اثنين اشياء اللي هنا غلوكوز والفريكتوز لان غلوكوز وفريكتوز متصلات السوى بآسرة سميناها الفا لان ال او هاي اللي جوه واحد لان اندرت الكاربون رقم واحد متصله برقم اثنين فالفا واحد الى ثنين اثنان صار عدنا صار عدنا هاي الانوميركاربون ما بها او اج حرة ، تمام وهاي الانوميرككاربون همين ما بها او اج حرة فاذن Ohzنا هنانك الانوميركاربون الثيناتن موحرة فاذا هذا الشقر شانصح له Non Reducing sugar طبعا هو السكروز هو نفسي تيه انصح له سكر القصب وانصح له سكر المائدة تمام وجوده هناك بسكر المألقصب وبنجر السكر المكونات ماتة مثل ما قلنا بيتا دي فريكتوز و ألفا دي غلوكوز طبعا هاي السكر هنان الغلوكوز بشكل ألفا بينما الفريكتوز بشكل بيتا تمام؟ الآصرة مثل ما قلنا ألفا واحد إلى ثنين الثنانة السبب ليش هو مو ريديوسينك شوقر لأن الأنوماريك كاربون اثنينات هن مشتركات بتكوين الآصرة فما عدا أي أنوماريك كاربون حرة فلذلك هو هاي كلش مهمة أنه السكرز نان ريديوسينك شوقر بالنسبة لأوليغوسكرايد قلنا أنه الأوليغوسكرايد تتكون من 3 إلى 10 جزائيات من السكريات الأحادية من التصلات السواء هنا عدنا كمثال على الأوليغوسكرايد عدنا الرافينوز الرافينوز بالنسبة ننعتبره نان ريديوسينك شوقر الرافينوز إذا كذكرون من عددنا نان ريديوسينك شوقر ذكرنا هو ذكرنا الرافينوز الرافينوز مين يتكون؟ يتكون من ثلاث مونوسكرايت اللي هنه غلوكوز وغالكتوز والفريكتوز يعني نقدرون تفكرون به كأنما سكاروز ومضيوف له غالكتوز أو تقدرون تفكرون به السكريات الثلاثة الأحدية المهمة اللي هنه غلوكوز والغالكتوز والفريكتوز من التصلات سوى بس راح يتصلن بطريقة بحيث ولا أنوماريك كاربون تكون حرة فهنانا الأنوماريك كاربون اللي على كاربون رقم 2 من الفريكتوز والأنوماريك كاربون رقم 1 من الغلوكوز والأنوماريك كاربون اللي هي برقم 1 من الغالكتوز كلهم مشتركات بتكوين أواصف فإذاً هو شيء يكون يكون نانريجوسين شغار وين موجود؟ موجود ككونستوانت يكون لنا الجليكوليبيد والجليكوبروتين وين بالضبط تحديداً؟ بالابو بلادي جروب شايفين؟ لو الفصال الدم فصلتة A فصلتة B هنا الأنتجينات ما الفصلتة A وفصلت B شبيهن بيهن السكر اللي هو شنو الرافينوز فإذاً مكون الفصلتة الدم ومكون المن الإميونيغلوبيلين اللي هي الأجسام المضادة الأنتوباديات والجليكوليبيد والجليكوبروتين مع الغشاء الخلية البوليساكرايد البوليساكرايد هي عبارة عن مجموعة كل شبيرة من المونوساكرايد أكثر من عشرة مرتبطة سوى بأصرة جليكوسيدية طبعاً هنا الملاحظات أنه هنا يكون نانريجوسين لأن من الصر سلسلة راح الانوماريك كاربون يشتركه بتكوين أواصر طبعاً بس آخر وحدة آخر مونوساكرايد من السلسلة راح تكون هي ريديوسينج بس ما تأثر ذاكي قد يعني وحدة من أصل ألف متهم بالنسبة للخواص الكيميائية تمام بالنسبة للبوليساكرايد راح نقسمها نوعاً النوع الأول صحلة هومو هومو من أنه متجانس بوليساكرايد والثاني صحلة هتيرو من أنه غير متجانس بوليساكرايد الهومو معناها أنه كل البوليساكرايد من نوع واحد مثل كل هن غلوكوز مثل ستارج مثل غلايكوجين مثل ستليلوز كل السكريات أو كل المونوساكرايد اللي تكون هن هي نوع واحد عندنا الهتيرو الهتيرو لا شنو يشي يكونن يكونن أكثر من نوع من البوليساكرايد أو من المونوساكرايد مشترك بتكوين السلسلة كما البوليسكرايد نوع واحد هومو كل هين نوع واحد هومو أكثر من نوع هاتيرو تمام فهذا أول شيء رح ناخذ الهومو بوليسكرايد مثل ما ذكرنا الهومو بوليسكرايد يتكونا من انتايرلي وان تايب يعني كل البوليسكرايد يعني السلسلة حتى لو طولها في 2003 تالاف مونو سكرايد ذن كل هين المونو سكرايد يكون من نوع واحد تمام وهنا الأسماء اللي نسميهن رح يكون حسب المواد اللي يتكونن مثل القلوكانز تقدرون تعرفون شين المادة اللي تكون القلوكانز اللي هي القلوكوز فالبوليسكرايد اللي تتكون من سلسلة من القلوكوز شنصح لها؟ صح لها القلوكاز والتي تتكون من سلسلة من الفركتوز صح لها فروكتان يعني الهومو هنانا يعني مو البولي بس صح لها القلوكوز وصح لغلوكاز والفركتوز فروكتانز بالنسبة للقلوكانز رح شي يكون دي قلوكوز مو اللي قلوكوز قلنا الجسم ما موجود به اللي قلوكوز هوي الأغلبية هي شنو دي قلوكوز شنو البوليسكرايد اللي هن يكون قلوكاز او يتكون فقط من دي قلوكوز هن الستارج النشا ديكسترين ديكسترينز هن من يتحطم الستارج يتكون ديكسترينز وعدنا الجليكوجين اللي هو النشا الحيواني وعدنا السليلوز دهن كل هن شي يكون متكونات من فقط قلوكوز بينما الفروكتانز عدنا الإنولين هذا الإنولين يتكون من دي فريكتوز هسا هاي شنو هاي الهومو الهترو ما رح ناخذ ههنا بس رح ناخذ عدنا مقارنة بين بين من بين الهومو بوليسكرايد فأول شي عدنا طبعا هن كل هن دني رح يتكون من القلوكوز عدنا السليلوز عدنا النشا نشا يتكون من نوعا من السلاسل اذا سلسلة غير متفرعة صح لها الأمايلوز السلسلة غير طويلة بينما الأمايلو بكتين هاي مثل ما يشوفون السلسلة صاير بها تفرعات وعدنا القلوكوجين اللي هو العفو اللي هو نشا حيواني تمام هو نفس النشا بس موجود بالحيوانات الستارش هو النشا اللي موجود بالنباتات تمام فهسا شنو الفروقات بيناتين أول مرة رح نفرق حسب المصدر مالتين فالسليلوز والستارش هن مصدر هن مصدر هن نباتي بينما القلوكوجين مصدر حيواني المكونات مالتين شنو الجزائق اللي راح تكون هن طبعا هن كيل هن يتكون من القلوكوز بس الفرق بين دني يعني دني الثلاثة كل هن نفس الشي نفس النوعية من القلوكوز بس السليلوز بفرق بينه عنهن شنو بالضبط الفرق انه الاثرة ماتة ما رح تكون من نوع الفا الاثرة مال اللي غلوكوز بالسليلوز رح تكون من نوع بيتا بينما الاثرة مال البوليساكرايد اللي هنا الكلائكوجين والستارش سواء الاميلو بكتين او او اميلوز رح تكون الفا نانا عدنا سؤال دائما يجي دائما يتكرر هذا السؤال الانسان يقدر يخضم الجلايكوجين والنشا بس ما يقدر يخضم السليلوز ليش الجواب انه هذا اقبالكم لان السليلوز بيباء الاثر ماتة من نوع بيتا وما عدنا انزيم بالجسم يخضم الاثر من نوع بيتا تمام الاواصر اللي ما السليلوز اللي هي قلنا عليها بيتا بين يا ذرة ويا ذرة طبعا واحد الى اربعة والاميلوز واحد الى اربعة الاميلو بكتين لان متفرع نقطة التفرع رح تكون واحد الى ستة المتفرع واحد الى ستة يعني بين قوسيا بألفة واحد الى اربعة اللي هي السلسلة الرئيسية هاي السلسلة السلاسلة الرئيسية هي ألفة واحد الى اربعة تمام بينما نقطة التفرع هاي بس هاي النقطة ما التفرع رح تكون الاسرة بها ألفة واحد الى ستة وكذلك القليكوجين نفس الاميلو بكتين بالنسبة للتفرعات المتفرع هو الاميلو بكتين والقليكوجين بالنسبة للسليلوز وللاميلوز ما بهن اي تفرع نانا عد نفد سؤال همين دائما يجيت انه القليكوجين والاميلو بكتين الفرق يعني بالتركيب التشابه بيناتهم كلش كلش قوي اثنيناتهم من سكر اثنيناتهم اواصر الفة واحد الى اربعة اثنيناتهم بهنتفرعات الفة واحد الى ستة اذا شنو الفرق بيناتهم بين الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 20 جلوكوز من توصل الرقم 20 راح يصير تفرع بينما الجلايكوجين كل عشرة يعني عشرة والنوب يصير تفرع عشرة يصير تفرع هيشي بينما نومانو بكتين 20 تفرع 20 تفرع 20 تفرع هيشي الطريقة مالتين فاذا جاءنا السؤال شو الفرق بيناتين الجلايكوجين متفرع برانشت اكثر من الامايلو بكتين تمام لهنا انتهت المحافرة نشوفكم محافظة حافرة جاية ان شاء الله